بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في هذا الكورس Distributed and Cloud Systems الأنظمة السحابية والموزعة الهدف الرئيسي من دراسة هذا الكورس هو تعريف الطالب على المفاهيم الأساسية والتكنولوجيا والأدوات المستخدمة في Distributed and Cloud Systems سوف نتكلم عن خصائص Distributed System سوف نتكلم عن خصائص شو بعض التقنيات المستخدمة في هذه الأنظمة الهدف الآخر اللي هو التعليم الأساسية الطالب رح يتعرف أو يتعلم Practical Skills on Distributed and Cloud Based كيف نبني ونطور التطبيقات بتعتمد على الدستربيوتر يعني بناء على المفاهيم اللي رح ندرسها ونعرفها نتعلمها والغصائص اللي نتعلمها في الدستربيوتر بالكلاود سوف نكون قادرين على أنه نبني سيستم بناء على الكلاود وبناء على الدستربيوتر والأنظمة الموزعة ونطوره طريقة طريقة عملية فاميراليز the students with the latest tools and technologies used for developing and deploying cloud services رح نتعرف كمان على أحدث التكنولوجيا وأحدث الأدوات المستخدمة في تطوير في تطوير ونشر الـ cloud services في هذا الكورس رح نتركز على كيف طريقة استخدام الـ cloud technologies والـ distributed technologies في بناء أنظمة ممكن أحنا نكون نبنيها بطريقة تقليدية اللي الترديشنال بالطريقة تقليدية على الحوسبة على حوسبة عادية يعني مثلا رح نتعلم من خلال دراستنا لهذا الكورس رح نشوف كيف ممكن نحن نبني ويب سيرفر وهذا الويب سيرفر نعمل له connect مع database server موجودين على cloud وموجودين على different locations كيف نربطهم مع بعض كيف نتحكم من كيف نتحكم بهذا السيرفر الويب سيرفر من خلال الحاسوب الشخصي تبعنا هو موجود على location تاني وموجود على موقع تاني وكيف نعمل له publish لهذا الويب سايت باستخدام cloud technologies أو cloud techniques ف من وجهة نظري هذا الكورس مهم من ناحية نظرية ومن ناحية عملية حيث أنكم رح تتعلموا أشياء practical ونرح نضيف كل جزئية نتكلم عنها نظرية رح نضيف أمثلة على استخدام هذه الجزئية في في تطبيقات موجودة وممكن نستخدمها برضو في بناء أنظمة تعتمد على الكلاود الكورس أوتلاين رح نتكلم عن في أول شبطة رح نتكلم عن distributed system models and enabling technologies رح نتكلم بشكل نظري عن distributed system نعرفها شو الكاركترستيكس خصائصها شو المودلز شو التكنولوجيا المستخدمة في distributed systems شو التشلنجز الموجودة في distributed systems ورح نتكلم في الشبطة الثاني عن cloud architectures على بنية الحوسبة السحبية وتصنيفاتها وخصائصها وشو تطبيقاتها وشو أهم التشلنجز أو التحديات في هذه الكلاود architectures بعدين في شبطة الثالث رح نتكلم عن virtualization and resource management طبعا virtualization أو هي البيئة الافتراضية اللي بنا نترجمها بشكل حرف يعني virtualization اللي هي جزء أساسي وجزء رئيسي في بناء distributed cloud systems طبعا رح نتكلم عن virtualization ايش هي virtualization ايش التكنيك المستخدمة في virtualization وكمان resource management resource management اللي هو إدارة الموارد لما احنا نتكلم عن أنظمة موزعة معناته أنظمة معناته يعني أكتر من نظام أكتر من كمبيوتر موزع فلن نتكلم احنا أكتر من كمبيوتر يعني أكتر من resource عنا نعملها إدارة طبعا ممكن يكون الكمبيوتر ممكن يكون الكمبيوتر اللي بنحكي عنه اللي هو ممكن يكون resource اللي بنحكي عنه ممكن يكون computer ممكن يكون database ممكن يكون storage space اللي نتكلم عنها فهذه مصادر بدها إدارة وراحنتكلم عن طريقة إدارة هذه المصادر أو هذه الـ resources في الشابتر الرابع رحنتكلم عن cloud-based environments and deployments بيئة cloud-based بيئة cloud وطريق وتطوير cloud وطبعا من شكل مفصل رحنتكلم عن cloud-based environments and deployments طريقة تطويرها ومن ثم رحنتكلم في الشابتر الخامس عن بعض التطبيقات أو بعض اللي platforms already deployed on cloud وتستخدم حاجة اسمها parallel computing رحنتكلم عن parallel computing في هذا الشابتر كintroduction طبعا ومن خلال التطبيق أو من خلال بيئة cloud رحنشوف كيف الماب produce يتكون كيف الـ components تبعيتها الهادوب spark ها طبعا هالي tools أو platforms تستخدم لتحليل الـ وتحليل big data أو تستخدم في big data big data analysis ها نتكلم عنها وعن architecture تبعيتها في الشابتر الخامس أو السادس السادس ها نتكلم عن data storage management and replication طبعا اهلا ما نتكلم لما يكون عندنا لما نقول أنه في عندنا distributed systems معنا في data احنا بدلا هذه distributed systems أو هذه الكمبيترات الموزعة هذه الكمبيترات الموزعة طبعا في data بتتنقلها بينها وبين بعض في data البيترات الموزعة في البيترات الموزعة موجودة فرحنا نتكلم عن data storage طرق تخزين البيانات في الحوسبة السحبية أو في أنظمة الموزعة وكيف طريق إدارة هذه البيانات لأنه برضو كل حاجة بدها إدارة فرحنا نتكلم عن إدارة البيانات في بيئة الحوسبة السحبية والحو والأنظمة الموزعة وآخر شابت رحنا نتكلم عن security management in the cloud في طبعا security issues أو قضايا في متعلقة بالأمن أمن البيانات وأمن الريسورس والأمن بشكل عام كيف أنه نعمل إدارة للأمن إدارة إدارة الأمن في بيئة البيانات طريقة التوزيع العلامات لهذا الكورس أو assessment method رح يكون عنا quiz أول 15% quiz الثاني رح يكون عنا 15% والفاينل exam رح يكون عنا 70% طبعا هذه التوزيع أو هذه assessment method قابلة للتغيير حسب الظروف وحسب الوضع وحسب الظروف فممكن نغيرها ولكن بشكل عام رح يكون عنا مبدئيا رح يكون عنا كوزين online كل واحد عليه 15% والفاينل exam عليه 70% تمام رح نبدأ في هذا الفيديو رح نتكلم عن أول شبتر اللي هو distributed system models and enabling technologies فبسم الله نبدأ أول شيء إذا ما نقول احنا distributed systems distributed systems معناته أنه أنظمة متوزعة إذا ما نقول systems معناها computer systems معناها computer فأول حاجة بداية بنعرف بنعرف إيش الكمبيوتر في الأول إيش يعني computer or computing or distributed computing the computing is the process of using computer technology to complete a given goal oriented task واضح المفهوم نستخدم الكمبيوتر في معالجة عملية معينة في إنهاء عملية معينة تمام يعني احنا معناته أنه عندما نتكلم عن هذا التعريف لدينا الكمبيوتر هذا الكمبيوتر نستخدمه معالجة عملية مع معالجة معالجة process معينة أو complete given task طيب الآن هذا الكمبيوتر إيش في هذا الكمبيوتر حسب إحنا بنعرف الكمبيوتر الكمبيوتر في عبارة عن hard disk في hard disk هذا الكمبيوتر في RAM وفي RAM وفي RAM وفي إيش CPU ل processor نستخدم هذه الأجزاء بتاعة الكمبيوتر أو نستخدم الكمبيوتر المحتوى على هذه الأجزاء في عملية معينة في إنهاء عملية معينة طيب الآن لما نتكلم عن distributed systems من اسمها بدل ما يكون لدينا كمبيوتر واحد لدينا أكتر من كمبيوتر هذه الكمبيوترات تتكون برضو هذه الكمبيوترات فيها نفس الأجزاء فيها وهو الهارد ديسك وال CPU وال RAM تمام الآن عندما نقول computing paradigm distinctions تصنيفات أو الكمبيوتر عملية الكمبيوتر عملية الحوسب هذه سواء استخدمنا كمبيوتر واحد ولا أكثر من كمبيوتر عشان نعمل عملية معينة نخلص task معين نخلص task معين تمام في عنا تصنيفات لهذه التصنيفات لهذه الكمبيوتر هل نستخدم كمبيوتر واحد عشان نخلص هذه task ولا نستخدم الكمبيوتر هذي كلها مع بعضها عشان نخلص هذه task ولا ايش في paradigms مختلفة ممكن نستخدمها عشان نحن نعمل ننهي عملية معينة ننهي معينة أو نعمل نخلص مهمة معينة هذا المقصود بالcomputing paradigm distinction طيب أول حاجة عندما نتكلم على computing paradigm أول شي تصنيف centralized computing عندما نتكلم عن computer 1 centralized يعني عملية انهاء task هذه عملية انهاء task هذه نعمل process أو compiling لبرنامج معين نعمل باستخدام computer 1 centralized computer 1 هي standard هي basic الحالة basic التي سنستخدم كمبيوتر عادي كمبيوتر عادي لكي نخلص هذه task نعمل run لهذا program نعمل run لهذا application طيب طيب ما هي هذه مميز هذه أو ما هي هذه أول حاجة يقول كمبيوتر نكمل هذه centralize computing الذي نستخدم كمبيوتر واحد نستخدم كمبيوتر واحد عشان نعمل هذه task طيب هذا الكمبيوتر نعمل 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 موجودة موجودة في جهاز واحد هذه الكمبيوتر موجودة في هذا الجهاز وتعمل task مع بعضها أو تعمل process مع بعضها عشان تخلص task المعين هذه computer resources are centralized in one physical system بعدين بغل لك all resources اللي هو البروزيسور والميموري والستوريج are fully shared and tightly coupled with one integrated operating system هذه الريسورس موجودة في مكان واحد في هذا الغرفة مثلا في هذا الكمبيوتر تمام هذا الكمبيوتر موجود في غرفة معينة مثلا physical one physical location طيب الآن الريسورس هذه الموجودة في hard disk والcpu والram هذول موجودين في one physical or one computer بتشاركوا مع بعض بيعملوا مشاركة مع بعض بيشتغلوا كلهم مع بعض الhard disk مع الram مع cpu بيشتغل كلهم مع بعض عشان يخلصوا هذه task fully shared and tightly coupled ايش يعني tightly coupled رحنتعرف على هذا المفهوم احنا tightly coupled معناته يعني tightly معناته يعني نجد حرفيا tightly coupled معناته انهم كلهم مربوطين بشكل مع بعض مربوطين بشكل مع بعض tightly يعني ضيق من tight tightly coupled كلهم مربوطين مع بعض في مكان واحد في مكان physical location واحد اللي هو هذا الكمبيوتر بيشتغلوا مع بعض fully shared بتشارك مع بعض كل الريسورس within one integrated operating system ونظام تشغيل واحد هو اللي بيتحكم فيهم هو اللي بيعملهم manage يعني كأنه بتكلم لك عن personal computer تبعك هذا الكمبيوتر احنا الكمبيوتر تبعنا الهارد ديسك والرام والسي بيو كلهم موجودين في نفس الجهاز والoperating system تبعنا هو اللي بتحكم فيهم هو اللي بعملهم منج وإدارة موجودين في one operating system طيب احنا نتكلم عن حالة البيزيك هذا اللي هو centralized computing many data centers and supercomputers are centralized systems but they are usually in parallel distributed and cloud computing applications فقول لك اللي هو centralized computing في عنا أمثل على هذا centralized computing زي data centers وال supercomputers طبعا احنا لما نتكلم عن system كبير system كبير يعني معناته ان احنا مش في بس hard disk واحد مش في مثلا بس cpu واحد مش في رام واحد بس في multiple cpu multiple hard disk multiple ram يتكلم عن super computer super computer يعني معناه كمبيوتر كبير وفي professional او powerful resources في cpu بيكون كلها موجودة في نفس system cpu موجودة في نفس system وهذا system يدار من قبل operating system واحد اللي هو ممكن يكون الwindows او linux او mac operating system حسب النظام التشغيل انت منزله على هذا super computer سوبر سوبر كمبيوتر معناه انه في عنده او الاسبيسي فيكيشن تبعته او المواصفات تبعت الكمبيوتر عالية high level طبعا انت لما تشغل لما تعمل مثلا نظام مثلا ل registration system نظام تسجيل او نظام لمستشفى او نظام ل whatever يعني انت مش هتستخدم كمبيوترك لحاله الشخصي هتستخدم كمبيوتر باورفول كمبيوتر في خصائص مميزة في خصائص سريع مثلا الهاردس تبعه مش مثلا تيرا ولا ولا اثنين يستخدم مثلا 100 تيرا فتلاقي الاسبيسي تبعته عالية ليش لانك انت متوقع انه هذا system مش الكمبيوتر مش الاغراض شخصية انت تعمل النظام والنظام هذا سيكون على اكسز من قبل الاخرين من قبل الناس المستشفى مثلا سيكون على اكسز من الناس من المرضى من المستشفى وبالتالي يريدون خصائص اقوى من خصائص الكمبيوتر العادي يريدون تستخدم لكي يسمونه سوبر كمبيوتر تمام فاول اول سنقول اول باراديم او اول صيغة او اول موديل مش موديل لا اول 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 موديل اول 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 مثال على الكمبيوتين حاجة اللي هو الكمبيوتين اللي احنا كلنا عارفينها زي اللي احنا نستخدمه ولكن طبعا اذا نستخدم نتكلم عن سيستم كبير راح نتكلم عن سوبر كمبيوتر او لاتا سنتر طيب النوع التاني من الكمبيوتينج هذا اول حاجة اتفقنا انه هذا جهاز واحد هذا الجهاز في كل اشي هو اللي بيستخدم او بعمل التاسك او بعمل عمل بينه التاسك هذي او بقوم بالمهام جهاز واحد طيب لما انتكلم عن حاجة تانية اسمها او يعني عبارة عن عبارة عن كمبيوترات اشتغل على التوازي كمبيوترات اشتغل على التوازي او بروسيسورز اشتغلوا على التوازي عشان ينهو مهمة معينة اللي بروسيسورز ار ايضا تايتلي كابل with centralized sharing memory او لوزلي كابل with distributed memory ايش معناته هذا ايش معناته اول حاجة احنا لما نتفق على اشي لما نقول لك مثلا تايتلي كابل يعني ما تقول هم في مكان واحد لوزلي كابل معناته انه هذا موجود هان وهذا موجود هنلوزلي يعني موجودين في اماكن مختلفة موجودين في اماكن مختلفة تمام الان نحن نتكلم عن حاجة اسمها الparallel computing او parallel processing يعني الريسورس تايتنا ممكن تكون موجودة كلها في مكان واحد موجودة كلها في مكان واحد ولكن هذا المكان او هذة الريسورس مش بس cpu واحد بعملها بشغلها اكتر من cpu هذة cpu موجودة وبتشتغل in parallel تشتغل in parallel كيف يعني in parallel يعني بشكل متوازي في نفس اللحظة يشتغل على هذه التاسك مثلا في 숲 معين هذه التاسك اعتبر مثلا انه هذه اعتبر انها عبارها عن تاسك تقسم لأجزاء الجزء الاول اعمالها هذا الكمبيوتر و نفس الوق ту اعمال الذي الكمبيوتر و و نفس الوق الجزء الرابع بمالها هذا الكمبيوتر. تمام؟ نحن نقول انه ممكن يكون الجزء الثاني من هذه العملية بعتمد على الجزء الاول. هذا معناته هذا ليس بالتطبيقات وكل البرامج ممكن تكون يسميها بالتطبيقات. تمام؟ بالتطبيقات اللي هي البرامج اللي ممكن احنا هذه المهمة او تطبيقات هذا قابل انه يتنفذ على التوازي بشكل منفصل في نفس الوقت. هذا ما يسميه تمام. تمام؟ فنحن لما نوزع هذه التطبيقات مثلا هذا الجزء من التطبيق هذا يعمله هذا الـ CPU. وهذا الجزء يعمل هذا الـ CPU. وهذا الجزء يعمل هذا الـ CPU. وهذا هذه العملية اسمها Parallel Processing. تمام؟ طبعا. طبعا ممكن هذه الـ Processing هذه التاسك هذه. ممكن احنا نقسمها على الـ CPU موجودين كلهم في نفس المكان. او على الـ CPU موجودين في اماكن مختلفة. واحد مثلا موجود في سايت واحد. سايت واحد. والثاني موجود في سايت تو. والثالث موجود في سايت تري. باماكن فيزيكالي مختلفين عن بعض. فيزيكالي مختلفين عن بعض. ولكن مربوطين بشبكة. بحيث ان هما يقدروا يتواصلوا مع بعض. ويعملوا توزع عليهم التاسك هذه. يتواصل عليهم التاسك هذه. وبالتالي ممكن يعملوا هذه التاسك بشكل متوازي في نفس الوقت. في هذه الطريقة ما نسميه احنا Tightly Coupled. Tightly Coupled يعني هما مربوطين وموجودين في نفس المكان. او Loosely Coupled مربوطين هما ولكن في اماكن مختلفة. Coupled. Loosely Coupled مربوطين ولكن في اماكن مختلفة. هادي معناتها له. Parallel processing. او Parallel computing. طبعا زي ما قلنا. Parallel processing معناته ان احنا بنعمل التاسك في نفس الوقت. الكمبيوتر هادا بيعمل التاسك في نفس الوقت اللي الكمبيوتر التاني بيعمل التاسك تانية. يعني هاي التاسك مثلا هادي التاسك. هنقول تاسك هادي عملية معينة تتقسم الاجزاء. واحد. اثنين. ثلاثة. اربعة. طبعا هادي الاجزاء مقسمة على different computers. او different processors. مقسمة على اجزاء مختلفة. وكلهم بعملوا هاد الاجزاء في نفس الوقت. يعني هاي الجزء لا يعتمد على هذا الجزء. وهذا الجزء لا يعتمد على هذا الجزء. وهكذا. طبعا هادي النوع من applications. مش دائما ممكن يكون لكل لكل التطبيقات او كل كل التاسك ممكن تنعمل in parallel. امع? فهادي ايش? اللي هو الparallel computing او parallel processing. all processors are either tightly coupled with centralized shared memory. لما نقول tightly coupled معاناته كلهم موجودين في نفس المكان في نفس الكمبيوتر. with centralized shared memory. بينهم هادول 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 الكمبيوترات او هادول البروسيسورز هادول البروسيسورز مشتركين في نفس الرام. في نفس الرام. بعملوا access على نفس الرام. لما اقول tightly coupled يعني مشتركين في نفس الرام. lose the coupled معاناته انه كل واحد له رامه. كل واحد له رام معينة. رام مختلفة. or lose the coupled with distributed memory. النمور هاده بتكون موزعة. تكون مش مشتركين في نفس الرام. ممكن هاده التواصل ما بينهم. ممكن يكون من خلال الشبكة. الشبكات العادية. الشبكة الكمبيوتر. نتويرك. نخيل نتويرك. او من خلال اللي هو الميموري شيرينج. احنا نكون في نفس الكمبيوتر لبروسيسور هاده. بتواصله مع بعض. مش من خلال الشبكات. لانهم داخل نفس الكمبيوتر. نفس نفس الجهاز. نفس الحاسوب. نفس الoperating system. ولكن هذول البروسيسورز مختلفين. فلما يتواصلوا مع بعض. بتواصلوا من خلال الرام. الشيرد رام. ولكن هاده. هاده في tightly coupled. في اللوز ly coupled. هم مشتركين مع بعض اللي بيجمعهم. او اللي بيشبكهم مع بعض. اللي هو الكابل. 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 النتويرك. النتويرك كابل. تمام. فمن خلال المسيج باسنج. من خلال ارسال المسيجات ما بينهم. من خلال النتويرك. الكمبيوتر اللي بيشتغل على هاي الparallel computers. بنسميه parallel programs. زي ما قلت لكم. مش كل مش كل الapplications. او التطبيقات. مش كل الprograms. ممكن نسميها. ممكن تكون تكون parallel programs. Parallel programs. هي التطبيقات اللي قادرة على. او ممكن تشتغل. او تتقسم. لأجزاء. ممكن تكون تشتغل. in parallel. بنسمي هاي التطبيقات او هاي اللي programs. Parallel programs. The process of writing parallel program is often referred to parallel programming. عملية انه احنا نكتب البرنامج. نكتب البرنامج هذا بانه يكون parallel. يعني بيشتغل in parallel. بنسميها parallel programming. طبع احنا مش هنركز كتير على هذا الموضوع. لانه. parallel programming. بتكلم عن. او في. اه. ام. تفاصيل كتير. احنا في هذا الكورس. رح نركز على حاجة اسمها. the distributed systems. والcloud systems. ولكن احنا ذكرنا هاد عشان. نحكي. نبين. شو هو. التصنيفات الحواسيب. او تصنيفات الحوسبة. تمام. حكينا عن. centralized computing. قلنا هاد الحاسوب. اللي. بيسميه tightly coupled. او resources الموجودة فيه tightly coupled. يعني موجودة كلها في مكان واحد. تمام. وبتعمل مهمة معينة. بيكون مشتركة مع بعض في نفس المكان. النوع الثاني من الكمبيوتينج. ممكن في حاجة computing اسمها. هو parallel computing. زي ما حكينا. parallel computing. ممكن يكون tightly coupled. ممكن هذا يكون البرنامج موجودين tightly coupled في نفس المكان. ولكن. بيكونوا مشتركين في رام. مشتركين في رام. وهي الرام هي وسيلة التواصل ما بينهم. او. lose the couple. بيكونوا مربوطين مع بعض. ولكن. باستخدام اللي هو. ال communication. وهو النتويب. وطريقة التواصل مع بعض. من خلال اللي هو المسيج باسينج خلال هذه النتويب. النوع الثالث من الكمبيوتينج. اللي هو. distributed computing. distributed computing. هو distributed system. اللي هو. الموضوع. اللي هو. الجزء الاساسي اللي راح اتركض عليه في هذا الكورس. distributed system consists of multiple autonomous computers. ما معنا كمبيوترات مختلفة. كمبيوترات مستقلة. كمبيوترات مستقلة. عبارة عن كمبيوترات. كمبيوتر كامل. هذا له الميموري والسي بيو والرام الخاصة فيه. وهذا اله الميموري والسي بيو والرام الخاصة فيه. كمبيوترات موجودة هذه. كمبيوترات. each having its own private memory. communication through a computer network. يعني عبارة عن كمبيوترات. كل واحد منهم عنده ال private memory. الخاصة فيه. والسي بيو الخاصة فيه كل شيء. communicating through through computer network. هذولا بيشتبكوا او بيشتركوا او بتواصلوا مع بعض من خلال اللي هو computer network. من خلال الشبكات. network العديل هو يعواري الاسي هو يعواري الاسي هو يعواري الاسي هو يعواري الكمبيوتر. information exchange in a distributed system is accomplished through message passing. يعني كيف مثلا لما نتكلم احنا عن distributed عندما اقول لك distributed system ايش معناته؟ معناته ان احنا عنا معناته ان احنا عنا معناته ان احنا عنا كمبيوتر A وعنا كمبيوتر B كمبيوتر C كمبيوتر D كل واحد الى الريسورسيز الخاصة فيه من رام من هارد ديسك من سي بيو. من سي بيو. كل واحد الى الريسورسيز الخاصة فيه. طيب هذولا كلهم مشبكين مع بعض. من خلال كابل. خلين نقول. خلين نقول كابل مثلا. كابل عادة. مشبكين مع بعض من خلال كابل. هذولة مثلا. هذول الكمبيوترز كلهم بيشتركوا مع بعض. في انهاء مهمة معينة. والتواصل ما بينهم. والتواصل ما بينهم. بيكون من خلال الكابلز. من خلال الكابلز. من خلال المسيج. لما يقولك المسيج باسنج. معناته انه انا من خلال الشبكة اللي بيني وبين هذا الكمبيوتر. ببعث رسالة لهذا الكمبيوتر ان انا خلصت المهمة هذي. او انا مثلا بدي. او مثلا بدي نبحث عن. او خلين نقول له فيه هنا الديتابيس. الديتابيس موزع على اكتر من كمبيوتر. على اكتر من جهاز. ماشي. مثلا هذي الديتابيس بيتعمل أبديت. للداتة اللي عندها. تتواصل مع هاي الديتابيس. الموزع الموجودة في الكمبيوتر التاني او موجودة في الموقع التاني. هذا. من خلال الشبكة اللي بينهم. من خلال الشبكة اللي بينهم. تبعثي لها الرسالة انه انا بدي ابحث عن. عن قيمة معينة او عن بيانات معينة. بتدعم الابديت لبيانات معينة. بتدعم الديت لشغلة معينة. من خلال الشبكة بتواصل معهم. من خلال الشبكة. هي معناه الro message passing ما هي بأنه من خلال الشبكة طبعاً من خلال الشبكة بيكون التواصل بطيء إذا نقارن ما بين التواصل بين الro message passing والتواصل بين الro lixs والتواصل بين الro lixs طبعاً أسعب كتير لأنهم هم بس من خلال ما في الشبكات بينهم من خلال الرام بتواصل مع بعض ومشتركين في نفس الرام ولكن هان التواصل لما يكون من خلال الشبكات من خلال التوابل رح يكون طبعاً التواصل أو رح يكون الكمنيكيشن رح يكون أبطأ البرنامج اللي احنا بنعمله بحيث وهذا البرنامج ينعمله رن على اكتر من كمبيوتر على كمبيوتر واحد وكمبيوتر اثنين وكمبيوتر ثلاثة وكمبيوتر اربعة بنسميه هذا البرنامج distributed program طبعاً هذا لا يعني أنه مثلاً لما نقول هذا البرنامج مثلاً جزء من هذا البرنامج رح يتم عمله رن أو عمله عمله رن مثلاً هذا السيستم عمله رن على هذا الكمبيوتر تمام؟ والجزء الثاني رح يعمل له رن على هذا الكمبيوتر معناته هذا مش معناته أنه ممكن ينعمله في نفس الوقت ولكن هذا الجزء مثلاً أو هذا الكمبيوتر مسؤول مثلاً عن فيما هذا الجزء مثلاً مسؤول عن هذا مكاون من أكثر من مكاون من مكاون من الصفحة الرئيسية التي تواجه المستخدم هذه الصفحة الرئيسية يتم عملها من خلال هذا الكمبيوتر هذا الكمبيوتر مسؤول عن الواجهة الرئيسية التي تواجه المستخدم يعني أول ما الكمبيوتر يفتح الموقع أو المستخدم سيتقابل مع هذا الكمبيوتر هذا الكمبيوتر هو الذي سيعمل له طيب الآن الطالب يعمل حسابات معينة للسي جي بي اي تبعه يعمل بروسسنج معينة البروسسنج هذه ممكن تتم من خلال كمبيوتر تاني أو من خلال مش بس كمبيوتر ممكن يكون أكثر من كمبيوتر ولكن خلينا في السمبل كيس أن الكمبيوتر التاني هو اللي بيعمل بروسسنج فبالتالي الحين السيستم كله هذا الريجيستراشن سيستم أو مثلا نقول إميجي بروسسنج سيستم هذا كله مقسم لأكثر من جزء جزء فرونت اند جزء اللي هو الباك اند اللي هو اللي بيعمل بروسسنج وفي عندنا جزء للداتابيز الجزء الداتابيز هو المسؤول عن تخزين البيانات ومسؤول عن عمل بروسسنج للداتا في الواجهة في الخلفية فهذه الداتابيز مثلا ممكن تكون نعملها بروسسنج أو نعملها معالجة من خلال هذا الكمبيوتر مثلا ومن خلال هذا الجزء من من السيستم تبعنا فبالتالي احنا كل الكمبيوترات هذي مع بعضها كل الكمبيوترات هذي مع بعضها بتكون بتعمل بروسسنج بتعمل بروسسنج أو بتعمل سيربينج بانتاير سيستم بطريقة مختلفة كل واحد جزء مختلف هذا الجزء مسؤول عن الفرونت اند هذا الجزء مسؤول عن أو هذا الكمبيوتر مسؤول عن فرونت اند مسؤول عن الواجهة الرئاسية من استعلام من تقديم الطلب أو ما شابه هذا الكمبيوتر بعدين لما بنعمل بروسسنج معينة مثلا بنعمل تحليل أو مثلا بدنا نعمل بنعمل بروسسنج معينة هذا الجزء مش هو المسؤول عنها مسؤول عنها في كومبيوتر تاني هو المسؤول عنها تمام؟ فهذا الجزء مسؤول عن عمل بروسسنج لهذا الانكويري مثلا طيب نخزن بيانات بنعمل معالجة للداتابيس الداتابيس بتكون موجودة على جزء ثاني من النظام هذا كله عبارة عن موجودة على سيستم موجودة على سيستم ولكن هذا السيستم بعمل النظام هذا بيخدم الابليكيشن تابعي أو بيخدم السيستم تابعي هذا تمام؟ من خلال توزيع المهام أو توزيع هذا الابليكيشن أو توزيع هذا البروسسنج على هذه الأجهزة تمام؟ فأحنا computer program that runs in a distributed system is known as distributed program. يسمى distributed program. The process of writing distributed program is referred to as distributed programming. تمام. cloud computing, النظام التاني أو النوع التاني من أنظمة الحوسبة اللي هو cloud computing. cloud computing, an internet cloud of resources can be either centralized or a distributed computing system. cloud computing, عبارة عن إذن حوسبة سحابية هذه الحوسبة ممكن تكون centralized or a distributed computing. ممكن تكون centralized وممكن تكون distributed computing system. ممكن تكون عبارة عن جهاز واحد أو ممكن تكون عبارة عن أكتر من جهاز. فرح نشوف إيش معنا الحوسبة السحابية أو ليش سمناها الحوسبة السحابية؟ طبعاً أحنا ما أقول لك الحوسبة السحابية يعني مثلاً لو ناخد مثال على الحوسبة السحابية مثلاً جوجل درايف طبعاً كل واحد عنده حساب على الجوجل وعنده طبعاً أكاونت وبستخدم من جوجل درايف اللي هو جوجل درايف ما هي إلا مساحة تخزينية بيعطيك إياها تعطيك إياها شركة جوجل أو اللي هو خليناً نقول شركة جوجل بتعطيك إياها بتخزن فيها بياناتك الخاصة طبعاً في حسب أنت الرغبة اللي بدك إياها مثلاً بدك إنت 15 جيجا بعطيك 15 جيجا بدك 100 جيجا تعطيك 100 جيجا طبعاً أنت بتخزن بياناتك وين بتخزن بياناتك؟ بتخزن بياناتك في الهواء؟ لا�에 لا بتخزنها في مكان انت بالنسبة لك المكان مش معروف ولكن اللي بهمك انه انا في عندي 15 جيجا خاصة فيه انا ممكن استخدمها او مساحة تخزينية الي 15 جيجا هذه 15 جيجا بتكون موجودة مثلا على على سيرفر فايل سيرفر او موجودة على مساحة تخزينية كبيرة ممكن تكون بتقدر مثلا 100 تيرا مثلا هذه 100 تيرا بكون هذه 100 تيرا مقسمة هذا الجزء لفلان هذا الجزء لفلان يعني في عندك مشاركة مشاركة لهذه الريسورس الميت تيرا بايت بيكون مشاركة ما بين علي وحسن وحسين ومحمد وأحمد أكثر من يوزر هذا اليوزر هذه المساحة التخزينية لعلي هذه المساحة التخزينية لحسين هذه المساحة التخزينية للمحمد كل واحد حسب الجزء اللي هو بالديام فاحنا ما نقول مثلا cloud computing service معنات ان احنا بتوفر لك خدمة في هذه الحالة google service خدمة تخزين بيانات هذه التخزين البيانات بتخزينها في مكان معين انت مش عارف وين هذا المكان ولكن اللي انت الجزء اللي بيهمك انه انا في عندي مساحة تخزينية 15 جيجا هذه المساحة التخزينية ل 15 جيجا وقت ما بدي اخذ وقت ما بدي اعمل access عليها عمل عليها access فعلا من اي جهاز من جهاز للابتوب او من جهاز دستوب او من موبايل او من اي مكان بقدر اوصل لها تمام هذا مثال على حاجة اسمها الحوصة بالسحبية ولكن خدمة هذه عبارة عن ايش الخدمة هذه عبارة عن storage service storage service storage service انا بدي بحطيك خدمة تخزينية انك انت تخزين فيها بياناتك طيب طب ممكن انت مسلا تقول طب ممكن انا اه اه ممكن انا انا اه اذا بدي مثلا حاجة غير بالسورج مثلا انا بدي اعمل بدي كمبيوتر بدي اعمل انا ران لبروغرام هذا البروغرام بقدرش اعمل على الكمبيوتر للشخص التبعي لانه بحتاج اه زاكرة كبيرة بحتاج resources كتيرة مش موجود على بحتاج سرعة بحتاج CPU كبير معالج كبير مش موجود على الكمبيوتر للشخص التبعي بقول لك انه طب ممكن احنا برضه مش بس نعطيك storage space ممكن نعطيك الكمبيوتر كامل هذا الكمبيوتر الكامل انت بتختار CPU اللي بدك يجي وبتاخضار storage اللي بدكيها بتختار الرامح وين بنعمل وين هذا الكمبيوتر انت برضو بهمك انه انا عندي كمبيوتر بقول هذي المواصفات وين بنعمله رن وين بيشتغل وين بيخزن كيف بيعمله ادارة انا من شغلي انا شغلي انه انا وقت ما بدي بدخل على هذا الكمبيوتر وباستخدمه وبعمل رن للتطبيق اللي انا بدي اياه وباعمل كاني بستخدم جهازي العادي وقت ما بدي اياه باستخدمه هذا مفهوم الكمبيوتينج مفهوم يعني اوسع من انه مسلا بس انه احنا نعمل ولكن ممكن احنا نستخدم كمبيوتر او نستخدم كمبيوتينج سيرفيس لعطيك كمبيوتر بدك كمبيوتر موجود بدك مسلا انت عملت رن لبزنس معين فانت لقيت انه في اول شهر استخدمت كمبيوتر او مواصفات معينة ثاني شهر ربنا فتح عليك واجهو كمبيوتر او زباين كتير وابعمل اكس على وبسايد تبعك بديك انت تزود الريسورسز هذا الكمبيوتر واحد ما بكفيني بدي كمبيوتر كمان كمبيوترين او تلاتة او اربعة فيه امكانية انك انت تستخدم او تعمل كمبيوتر تاني او تزود عدد الكمبيوتر او تزود عدد الكمبيوتر هذا بتزود عدده حسب المواصفات البدكية فنفس بسرعة وبسهولة ممكن تزود عدد الكمبيوترات الخاصة هذا مفهوم الكمبيوتر ستتكلم عنه بشكل مفصل ونستخدم ونشوف كيف ممكن نستخدم هذه السيرفيسيز وهذه الخدمات واشخصائصها وكيف ممكن نتعامل معها بهذا الكورس بشكل مفصل ولكن بقولك هنا يعني كمفهوم من مفاهيم الكمبيوترين فيها حاجة اسمها كلاود كمبيوترين هذا الكلاود كمبيوترين عبارة عن انترنت كلاود أوف رسورس لليش سماها انترنت كلاود أوف رسورس لانه انت بتوصلها عن طريق الانترنت زي جوجل درايف مثلا انهم نوصلوا عن طريق الانترنت فبالتالي محكوم سرعة الانترنت طبعا الآن سرعة الانترنت صارت كبيرة وبالتالي انه احنا ممكن نعمل بروسسينج ممكن نعمل السوريج ونوصل لهذه البيانات بسهولة وبسرعة فهذه الانترنت ممكن تكون سينترلايزت الانترنت ممكن تكون سينترلايزت يعني مثلا زي ما حكينا مثال الهارد ديسك هذا مثلا انت الشركة اللي انت مشترك معها او الشركة الجوجل مثلا انه انا عندي مساحة تخزينية 15 جيجا عندكو لي مساحة تخزينية 15 جيجا ممكن هذي المساحة التخزينية تكون كلها على هارد ديسك واحد او على كمبيوتر واحد سينترلايزت كمبيوتر ضخم في 100 تيرا او هذي المقسمة وممكن انت تكون شيرينج لهذا الريسورس في سينجل ريسورس وممكن تكون انت مثلا انه هذي مش موجود على مساحة تخزينية واحدة ممكن يكون نحنا في عنا ما في عنا ايش في عنا مثلا هارد ديسكات او ستوريج ستوريج ريسورس هذي الستوريج ريسورس جزء منها موجود في سايت واحد جزء منها موجود جزء منها موجود مثلا في رفح جزء منها موجود في خنيونس جزء منها موجود في غزة هذي الستوريج بيسموها احنا زي ما قولنا اذا احنا الستوريج موزعة بيقول عنها مربوطة مع بعض هي ولكن مش في مكان واحد ممكن تكون انت المساحة التخزينية تبعتك او الستورس اللي بتدير المساحة التخزينية لالكاستمرز بكون مسلا تستخدم كمبيوتر كبير ضخم وبوزع مساحة بوزع على الناس طبعا هو مش بفلو مش ببلاش لفلوس ولكن مسلا احنا زي ما انتم عارفين خمساشر جيجا بكون فري ولكن عندما لما بدك تزود انت خمساشر جيجا بدك تزودها بيصير تدفع اشتراك شعري وبالتالي بتزدفع بتزدفع فلوس مقابل الخدمة اللي بعطوك اياها ونفس الشي انت عمل كمبيوتر راح نشوف كيف ممكن نعمل كمبيوتر ونعمل ويب سيرفر على هذا الكمبيوتر نخليه عبارة عن ويب سيرفر ونعمل له فبلش نعمل له بنشوف كيف ممكن احنا زي كأنه استئجار استأجر انت استأجر انت كمبيوتر هذا الكمبيوتر في الشهر راح يكلفك بهذه المواصفات في الشهر او في الساعة طبعا هو في الساعة مش في الشهر في الساعة راح يكلفك مثلا 0.5 دولار مثلا راح يكلفك في الساعة كذا كذا بهذه المواصفات في كمبيوتر تاني راح يكلفك في الساعة مثلا كل ساعة بكلفك مثلا سنت كل واحد حسب سار وحسب السعر حسب السعر وحسب الامكانيات الانت اخترتها وحسب الامكانيات الانت اخترتها ممكن تكون centralized ممكن تكون distributed computing system centralized ممكن تكون tightly coupled ممكن تكون loosely coupled زي موضوع distributed computing the cloud applies parallel or distributed computing or both the cloud ممكن تستخدم in parallel or distributed computing ممكن تستخدم هم من اتنين ما بعض clouds can be built with physical or virtualized resources over large data centers that are centralized or distributed يعني هاي اللي cloud ممكن بتن بناءها على physical resource او ممكن نكون virtual resource over large data centers data centers زي ما رح نشوف ايش معنا data center ولكن data centers عبارة كمبيوترات thousands of computers are connected with each other and performing a specific task يعني بعض الباحثين وبعض المفكرين بقولوا انه cloud computing عبارة عن شغل اسمها utility computing او service computing ايش يعني ايش معناته هادو الكلام معناته الكلام انو احنا مثلا لما احنا مثلا بدنا نستخدم احنا مثلا بدنا نستخدم برنامج معين مثلا بدك تستخدم Oracle database مثلا انت الحين Oracle database عشان تستخدمها تشتري اول حاجة حسوب يكون موافق يعني المواصفات تاعته تكون موافقة او مطابقة للأوراكل database اللي بدك تنزلها بالتالي انت بتشتري hardware computer كويس مواصفات كويسة بتكتشتري Oracle software software بتكتشتري وتنزله عندك على الكمبيوتر وتدفع طبعا ممكن يكون في اشتراك شهري او ممكن يكون مثلا تشتري نسخة معينة من والأوراكل وتنزلها عندك على الكمبيوتر وانت تعملها كل اشي خاص فيها انت ممكن تعمله على الكمبيوتر طبعك طيب الان فيه ناس بقولك طب انا ما بدي اشتري كمبيوتر انا خلص كمبيوتري بس ما عندي امكانية ان اشتري كمبيوتر تاني او مثلا بقولك انه انا الوراكل لاتابيس عندي مشروع بدي اعمله وبعد ما اخلص المشروع انا مش هستخدم الوراكل لاتابيس فمفيش داعي ان اشتري جهاز كمبيوتر عشان مشروع لمدة سلف اشهر مثلا وخلص بعدين مش هستخدم هذا الكمبيوتر تاني فايش بقولك الكلاود مزودين خدمة الكلاود هدولا زي امازون زي اجور بدك تستخدم الوراكل احنا ممكن نعطيك على شغال على الوراكل وننازل على الوراكل وكل اشي تمام وما فيش داعي لا تنزل الوراكل ولا تشتري الجهاز عشان تنزل الوراكل ولا حاجة الوراكل موجودة عنا وجاهزة انت ما عليك الا انك تدخل على هاي السيرفر طبعا تفتح حساب اكاونت وتدخل على السيرفر ونحن بنأجرك هذه الخدمة بنأجرك الصفور كما كانوا بالإجار مثلا عندك بالساعة التي تستخدم الوراكل على هذا السيرفر بالساعة مثلا في عندك خمسة سنت التي تدفع بالساعة وتبني الديتابيز الخاصة فيك كما بدك وتعمل برمجة للديتابيز وتعمل انكويريز وتعمل الأشياء اللي بدك إياها على السيرفر هذا اللي احنا منعطيك إياة بنأجرك يا بالإيجار ونزل عليه الوراكل ونزل عليه اللي اللي بدك إياها والنسخة اللي بدك إياها والمواصفات اللي بدك إياها فبالتالي انت بهذه كخدمة بيديك سوفتوير أز اسيرفر بتعطيك زي أو بلاتفور أز اسيرفر هذه بلاتفور أز اسيرفر مش و grav بلاتفور أز اسيرفر انت بدأ متغلب حالك وتنزل اركل وتشتري كمبيوتر جاه خلص عنا احنا اركل انت بس استخدمها وبتبرمج زي ما بدك وبتنشئ الخاصة فيك زي ما بدك وبتعمل اه زي ما بدك كأنك على جهازك ما عليك الا انك انت تدخل من جهازك تفتح الكمبيوتر وتفتح وبتدخل على على تباعتنا على الوبسايد تبعنا ومندخلك على اللي هو السيرفر هذا الخاص بدأ ركل بدك مثلا انت تشتغل مثلا على جافا مثلا بتشتغل على بايتون او بتشتغل على دوت نت ما فيش داعي تنزل دوت نت ولا تشتري جهاز تنزل دوت نت ولا توجه راسك في تنزيل دوت نت احنا ممكن نوفرلك السوفتوير هذا او البلاتفورم هذا الدوت نت انت ما عليك الا انك ايش تدخل على الجهاز وتبرمج على كيفك وتعمل البرامج اللي بدك اياها هيها زي يعني زي بسموها اللي هي على هذا المبدأ ماشي الهي بدك مثلا انت مساحة تخزينية بنعطيك مساحة تخزينية بدك كمبيوتر بنعطيك كمبيوتر بدك كمبيوترين بدك عشر كمبيوترات بنعطيك عشر كمبيوترات بس كلك سعره فانت ما فيش داعي مثلا ازا انت ازا انت البرنامج ما فيش داعي انك 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 انت بضر يورسلف ان مانيجينج او ادميستراتينج تسيربيسيز احنا بنعملها مانيجينج اليك بنعمل كل شيء اليك ولكن ان احنا زي كا انك بناجرك الخدمة هادي بناجرك الستوريج بناجرك الكمبيوتر بعدا بالاوبراتينج سيستيم اللي انت بدك هي والستوريج اللي انت بدك هيها وكل اشي احنا عنا الهاردوير وانت ممكن تنزل اللي بدك هي على هذا الكمبيوتر بدك مثلا تنشئ داتا بيز تنشئ داتا بيز ما فيش داعي انك انت تنزل الهوركل وانتنزل او الاسكويل سيرفر اي برجين باكيها موجود داعنا فهذا بالتالي يسموها هذا عبارة عن ايش يسموها يوتيليتي كومبيوتينج او سيرفيس كومبيوتينج ممكن مثلا كمان انه مثلا بدك تتأجرها مثلا هاد الخدمة او هاد الديتابيز بدك تنشئها وبعد خمس ساعات بتعملها دليل او كانسل ممكن بدك تخليها ممكن تخليها بعد سهولة الوصول للخدمة وسهولة الوصول لبيئة الكلاوت بتخلي انه من السهل عليك انك انت تبني البزنس الخاص فيك يعني مثلا انت على سبيل المثال ان احنا عنا كمبيوتر مثلا تكتب تعمل انت ووبسايت مثلا هاد الووبسايت اول شي تتأجر كمبيوتر معين مثلا من الكلاوت مواصفات معينة وتبني الووب سيرفر تبعك والداتابيز سيرفر تبعك والخاص فيه كل اشي تمام وتعمل بابلش لهذا الووبسايت الان انت بعد فترة عسيت انه انت والله بدك اكتر لانه في كستمرز كتير صاروا يعملوا اكسز على الووبسايت تبعك وبالتالي الووبسايت الووبسايت اللي انت عملته اللي انت عملته اللي انت بنيته صار بطيء فانت بدك انت تعمل كمان سيرفر تاني ممكن انت تعمل كوبي بيست من هذا السيرفر اللي انت عملته كوبي بيست في دقائق يصير عندك اثنين سيرفر طبعا كله بسعره انت بدلا ما تصير تتفحق سيرفر واحد تتفحق اثنين سيرفر مثلا انت حسيت انه بدك كمان شهر بدك تزود كمان سيرفر بتزود كمان سيرفر بنفس المواصفات بنفس الخدمات اللي انت بدك ايها زي كوبي بيست يصير عندك ويصير عندك ثلاثة سيرفر انت مثلا بعد فترة معينة حسيت انه انت والله السيرفر هذا ما فيش دائله انا بدفع اجاره على الفاضي بتعمله دليت عادي في دقائق تعمل دليت تعمل دليت للسيرفر الثاني وهكذا هذا هو مفهوم اللي هو كلاود كمبيوتينج يعني بقول لك انه عبارة عن سيرفيز كومبيوتينج او كمبيوتينج زي كأنه ليش سموا هما كمبيوتينج مثلا احنا هم شبهوا كأنه بالماء والكهرب والانترنت مثلا انت الكهرب بتدفع زي ما بتستخدم استخدامة كهرباء كتير الشهرات تدفع كتير استخدامة كهرباء قليل تدفع قليل وهذا نفس الشيء انت بدك مثلا تستخدم الكمبيوتر هذا تدفع تدفع حسب الاستخدام تي از يو جو بسموه راح نشوف في هذا الكورس تطبيقات عملية انه كيف نبني سيستمز في الكلاود وكيف نعمله انكريزينج لاريسورسز دي كريزينج لاريسورسز وكيف ممكن نعمل بنضيف ريسورسز بنضيف كمبيوترات بشكل عملي وبشكل يعني بشكل عملي ونشوف كيف ممكن نعمل زي نظام نظام حقيقي كيف نعمل هذا السوفتوير كيف نعمل السيربر ويب سيرفر كيف نعمل داتا بيز كيف نربطه مع بعض كيف نزود عدد السيربر قليل عدد السيربر باستخدام طبعا اللي هو الامازون ويب سيرفر ايه الوس تمام طيب الآن احنا تعرفنا على اللي هو الكمبيوتين باراديم قلنا انه هنا في عنا سنتراليز وينها راحت سنتراليز كمبيوتين في عنا بارلل كمبيوتين في عنا ديستريبيوتيد كمبيوتين في عنا كلاود كمبيوتين هذا راح يكون الميل فوكس of our course will be on distributed computing and cloud computing طيب احنا قلنا في مفهوم طرقنا له اللي هو اللي هو tightly coupled or loosely coupled طبعا هذا من درجة حاجة اسمها computer architectures computer architectures بنية الكمبيوتر أو بنية الحاسوب ممكن تكون على نوعين حاجة اسمها tightly coupled أو loosely coupled system tightly coupled system زي ما قلنا الكمبيوترات أو الـ CPUs بتكون كلها مشتركة في نفس أو موجودة في نفس الكمبيوتر في نفس الجهاز تمام؟ في نفس الجهاز في عنا CPU 1 2 3 4 وفي عنا هذول الـ CPUs بيكون مشتركين في نفس الميموري وهذول بيكون التواصل معهم من خلال اللي هو interconnection hardware من خلال البصص تبعت الـ system أو مربوطين مع بعض يعني هما في الحالتين في ربط مربوطين مع بعض ولكن الربط في حالة مربوطين كل واحد عنده الـ hard disk وليس مرتبعه ولكن التواصل ما بينهم أو هما مربوطين مع بعض من خلال حاجة اسمها communication network اللي هو الـ network العادية الكابل العادي network طبعا التواصل ما بين هدول راح يكون أسرع من التواصل ما بين هدول لأنه راح يكون فيه اكيد delay في communication network ولكن في الـ interconnection hardware فيش ترى فيش delay راح يكون قليل جدا من خلال الـ network العادية التواصل سيكون ما بينهم تمام طيب الطيب التواصل systems are preferred to as parallel processing systems في الغالب التواصل اللي بكون كلهم في نفس الجهاز أو نفس المكان هدول بكون في الغالب بكون في الغالب suitable for parallel processing systems اللوز لكبل systems are referred to as distributed system من اسمها distributed system يعني موزعة موزعة معاناته انه هو loosely loosely coupled مربوطة ولكن تكون موزعة في مناطق geografية مختلفة in contrast to tightly coupled systems the processor of distributed computing systems can be located far from each other to cover wider geographical area موزعة مختلفة مختلفة على عكس التايتلي كابلت بيكون موزع على مناطب تغرفية مختلفة طبعا في التايتلي كابلت نحن قلنا مشتركين مع بعض ولكن في حاجة لازم ناخدها في عين الانتبار في الشيء يعني 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 في عنا عدد معين من أو في حد أقصى ممكن يكون عدد مشتركين في نفس الميموري يعني قد نكون الميموري كبيرة فلازم يكون في عنا قد أقصى للسي بيوز اللي ممكن نحن نضيفها على السيستم عشان تكون مشتركة مع بعض في نفس الميموري تمام على عكس إيش التايتلي كابلت التايتلي كابلت ممكن نحن نزود جد ما بدنا ممكن نزود كمبيوترات ممكن نزود ممكن نزود كابلت جد ما بدنا ولكن في إلو تأثيرات سلبية ولكن من ناحية إنه نحن ممكن نزود نقدر نزود في ديسبيوتر سيستم ممكن نزود بشكل سهل بشكل حر وممكن نزود على عكس اللي هو البرالي التايتلي كابلت تمام في هذا السلايد سنختم هذا الفيديو أو هذا الشرح سنكمل إن شاء الله في فيديو تاني سنتكلم عن ديسبيوتر بشكل مفصل أكتر خصائصها خصائصها الأدبانتج ديسأدبانتج شو الميزات المتميز عن غيرها تمام أتمنى أن يكون الشرح واضح ومفهوم وإذا في عنكم أي سوء أو أي استفسار ممكن نتكلم في حصة المناقش إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكراً للمشاهدين شكراً للمشاهدين شكراً للمشاهدين